السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي اليوم سنشارك معكم أقوى وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر المشكل اللي كتعاني منه واحد الفئة بشكل كبير وكيسبب لها الإزعاج كانين بزافة المنتجات باش نتخلص من هاد قشرة شعر كاتباع في المحلات التجارية وهي منتجات كيميائية لكن مع الأساف الأكثر منها ما كيعطيوش هذيك النتيجة اللي احنا كنقلبو عليها بل بالعكس كينينش منتجات اللي عاد كيزيدو القشرة في الشعر لهذا قررت نشارك معكم اليوم أقوى وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر وفي نفس الوقت هاد الوصفة كتطول الشعر وكتحافظ على اللمعان دياله سنقضى واحد الإناء من زوجاج وستعملوا واحد الملعقة من العود أي من الخشب وسنقضى جوج مع القصغار ديال زبدة شيا من بيض نضيف عليها جوج مع القصغار ديل زيت العود أي زيت زيتون سنبدأ نخلط زبدة شيا مع الزيت الزيتون حتى يتجانسوا مع بعضهم من بيض نضيف جوج مع القصغار ديال بودور الخشخاش كثير من السيدات ما كتستعملش بودور الخشخاش في روتين الشعر لكن اللي خاصنا نعرفوه أن هاد البودور تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والمعادن مثل كالسيوم زينك المانيزيوم اللي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس كما أن هاد البودور تقوي الشعر من الأعماق وترطبوه وتمنحوه لمعان وكذلك تتعالجوه من مشكلات القشرة والحكة من بعد ان خلطوا هاد المواد مزيان حتى يتجانسوا مع بعضهم ويوليوا مثل الكريمة نضيفوه ملعقتين صغيرتين دي الماء هاد الماء مخصوش يكون مروبيني اي الحنفية ولكن خاص يكون ماء معدني طبيعي زيدو غير بشوية بشوية الماء باش هادك الخالطي واللي شوية سائل كيف كتعرفوه زبدة رمادش تشرب الماء إلي كترناه وحنا هاد الماء زيدناه غير باش شوية يعد سائل بالنسبة اللي عندها شعر هادو هني هاد الخالط نضيف معه واحد الملعقة صغيرة دي الطين الاخضر طين الاخضر كي يحافظ على توازن دي الدهون اللي كتفرزها فروة الرأس دين ناخد هاد الخالط ونبدأو بشوية بشوية ندلكو بفروة الرأس ونستعملوه كمقشر باش نتخلصوه من الخلايا الميتة من ننسى اليوم نتدلك الشعر غدين نغسله شعرنا طبعا وغدين نكملو المراحيل اللي مالفين نديروها يعني الشامبون العادي ومن بعد البلسم السؤال اللي كي يبقى هو واش نقدروا نحتافظو به اكثر من يوم طبعا هاد الشامبون دي البودول الخشخاش نقدروا نحتافظو به في تلاجة لمدة اسبوع إذن اللي بغد تتخلص من قشرة الشعر معلها إلا تدير هذه الوصفة الطبيعية والدوم عليها غدت تخلص منها وفي نفس الوقت غد يعد عندها شعر صحي الحلقة اليوم انتهت ما تنساوش أخوتي العزيزات الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليسلكم كل جديد دمتم في رعاية الله وإلى لقاء جديد بإذن الله